إذن الفصائل الفلسطينية اتفقت في بكين على توصل لوحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمات التحرير والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة وضمان حق العودة طبقا للقرار 194 كما قررت الفصائل الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقيات انهاء الانقسام بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا انطلاقا من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة في 2011 واعلان الجزائر الذي وقع في ديسمبر 2022 كما اتفقت على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به على ان تمارس الحكومة سلطاتها وصلاحياتها على الاراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وغزة كما ان تلك الحكومة المنتظرة ستبدأ بتوحيد المؤسسات والمباشرة في اعادة اعمار غزة وكذلك التمهيد لاجراء انتخابات عامة باسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد في السياق اتفقت الفصائل على افشال محاولات تهجير الفلسطينيين من ارضهم والتأكيد على عدم شرعية الاستطان ايضا توافقت الفصائل على العمل على فك الحصار عن غزة والضفة واهمية ايصال المساعدات الانسانية دون شروط فضلا عن دعم العائلات والجرحى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر